أستاذ إسلام أنا يعني سؤالي لك بس لا صارتها يمشي ولا لسه يفضل آدم معنا أنت عايزة لا أنا أتكلم وحضراتكم موجودين طيب بصح لنقولك أن لسألت أعلم في المؤتمر الصحفي رفضه التقديم استقلته ترك حرية الأمر لمجلس أدارة النادي وبالتالي في توقيت أولايل جدا أن الأهلي بيداكل على مباراة مهمة أو مباراة صعبة هي مباراة في الدور الممتاز وبالتالي فكرة التغيير كان وفق الكلام مع بعض المسؤولين داخل النادي الأهلي أنها تكون صعبة في التوقيت الحالي الرغبة طبعا مجلس الأدارة في الحفاظ على الاستقرار بجانب أن النادي الأهلي كمان غير في الموسم دوت كارتيرون المدير الفني الفرنسي برضو بعد تزبزب النتائج وبعدين تولى لسارتي المسؤولية وبالتالي فكرة رحيل لسارتي في التوقيت الحالي فكرة هتكون صعبة ما بيغنيش قراراته الأهلي على نتائج كمان لا هي الفكرة أنه هو كمان مغير لسا مغير من ثلاث شهور توقيت كلام الراجل كمان في المؤتمر الصحفي قال أننا توليت المسؤولية من ثلاث شهور بس حرجنا من دور الأبطال اللي هي كانت أحد أهدافنا لكننا عندنا أهداف أخرى ده كلام الراجل مش كلامنا وبالتالي إحنا لسا قدامنا أهداف تانية النهاردة جماهير النادي الأهلي طلبت اللعيبة أثناء اعتذرهم ليهم بعد توجههم للجماهير في أرض الملعب طلبوهم بالدوري النهاردة الأهلي كمان معتالي صدارة الدوري الممتاز فمسألة أنك أنت تتغيري في التوقيت الحالي علشان تجيبي مدرب أجنبي آخر هتبقى صعبة جدا أعتقد أن مباراة بيراميز المقبلة هتكون فارقة في استمرار لسارتي بكرة في اجتماع ما بين المسؤولين في النادي الأهلي وساد عبد الحفيز مدير الكرة علشان يحددوا بشكل يعني نهائي الفترة المقبلة هتكون موجودة في هائي الفترة اللي جاية بجانب أن مجلس الإدارة حد قرار بخصم 10% من عقود اللاعبين بعد الخروج من بطولة أبطال إفريقيا